قول ربنا سبحانه وتعالى وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أي ما كان اختلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى لجهلهم بالحق أو لعدم معرفتهم به أو لعدم علمهم به وإنما اختلفوا بسبب البغي والظلم والحسد والتنافس في الدنيا لشبه أبدوها ودعاو إدعوها طال بينهم فيها النزاع والخلاف ولذا جاء هذا التهديد الشديد من الله العزيز الحميد فقال سبحانه وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أي من جحد ما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات ولم يُذْعِل للحق الذي جاءت به فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه ويحاسبه على كفره وجحوده وتكذيبه وسيعاقبه على مخالفته لآيات الله جل جلاله فالله سبحانه سريع الحساب والمجازات للعباد بأعمالهم لا يشغله شأن عن شأن فحسابه لخلقه أسرع من لمح البصر كما قال الحسن بل لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد كل العباد في يوم فقال عليه الصلاة والسلام كما يرزقهم في يوم يحاسب كل العباد في يوم كما يرزق كل العباد في يوم ثم خاطب الحق تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد هذه الآية العشرون من آية سورة العمران وأنا متعمد أن لا أطيل النفس في التفسير كما فعلنا في سورة البقرة فإنا نرجو ربنا تبارك وتعالى ولا راد لفضله سبحانه ولا حد لعطائه أن يبارك في الأوقات والأعمار حتى ننهي تفسير العزيز الغفار إنه ولي ذلك والقادر عليه فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك أي فإن جاذلوك بعد هذا الحق الواضح البين فاعلم يا رسول الله أن جدالهم عن عناد وكبر وكبر لأنهم يعلمون الحق وحينئذ فاعرض عنهم وقل أسلمت وجهي لله تبارك وتعالى أي أخلصت عبادتي وتوجهي وقصدي ونيتي لله الملك الحق الأعظم الذي لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له وأذعنت وانقدت له غاية الانقياد والتسليم وفي لطيفة قرآنية رقيقة جميلة يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدرج معه في هذا التسليم والانقياد والإذعان والإخلاص والعبادة والمحبة أمره أن يدرج معه في هذا الفيض والفضل من اتبعه من الصحابة وأولي العلم والموحدين المخلصين والمؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا أي ومن اتبعني على الحق والهدى فقد أسلم وجهه لله أيضا معي متبعا لي في إخلاص العبودية لله وصدق التوجه والقصد لله جل وعلا ويا لهو الله من شرف والله يا لهو من شرف شرف لهؤلاء الفضلاء السعداء أن يشهد لهم بأنهم قد أخلصوا العبادة والعبودية لله وأخلصوا القصد والنية والتوجه والانقياد والإذعان والاستسلام لله جل وعلا أن يشهد لهم بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وإنما هذه الشهادة بتوجيه لنبينا من ربنا جل جلاله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا أي ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين المرادون في هذه الآية هم مشرك العرب